الفراخ من النهار ده ولا تسلقيها ولا تحمريها والنهار ده هتعملي الفراخ في الفرن طاجن كده بالبصل والبطاطس بجد طحفة مفيش احلى من كده جميل جدا وخفيف جدا واكلة سريعة بقى أنا سميتها عن نفسي اجرة المستعجلين لما بيكون المستعجلة بجيبها كده وعملها مفيش نص الساعة ويكون الغداء جاهز ويلا بينا نشوف عملناها ازداي مع شوية رز كده بالشعرية اول حاجة كده ست الكل هتجيبي لسانية تحطي فيها بصلوية كبيرة فلفل بقى هتحطي بقى كمان طماطم وهتحطي كمان بطاطسيتين كبار متقطعين مكعبات كبيرة وهننزل بقى عليهم معلقة توم مفروم وهنحطي كمان معلقة صلصة وحطي بقى البهرات اللي انت بتحبيها زعتر روزنيري كسبرة ملح فلفل اسود وهنحطي كمان بابريكا وهنحطي كمان ورق لورة وهنحط كمان بقى كده ايه زعتر بقى كمان كده عشان نلزوم بقى الفراغ تروق معنا كده ومعلقة كبيرة من الملح وهنحط بقى كده شوية كده صغيرين من الزيت ونبقى انتبل كل بقى الخضار بتاعنا ده كده ولو عايزة ديفي فلفل الوان او كمان فلفل شطة عشان تبقى بتحبيها صبايسي براحتك جدا هنحط بقى كده التوابل كده ندعكها في البطاطس كده كلها ونتبلها ونبتدي نزل بقى عليها الأجنحة بتاعتنا اللي احنا بقى جسلناها كويس جدا بالملح واللمون ومعلقة الدقيق نقعناها كده في المحلول ده عشان تنضف كده وميبقاش فرها اي زفارة جسلناها كويس جدا وهندعكها بقى في البهارات والتوابل دي كده والخدار بتاعنا ونبتدي بقى الرصاص هنخلي الخدار تحت والفراج بتاعتنا من فوق زي ما انتو شايفين كده ده شكل الصينية النهائي هتخش بقى على الفرن على درجة 200 بس طبعا بقى لازم نغطيها كويس كده بورق زبدة ونغطيها بورق فويل وكمان متحطراش ميا لإن الفريق هتنزل للصوص بتاحها لوحدها هتجدي منها شوية صوص بجد مفيش أروع ولا أجمل من كده هتخش الفرن بقى لمدة ساعة لربع بالكتير قوي وفتحتها ورفعتها بقى تحت الشوية كده ربع ساعة مورد بصوا بقى جميلة جدا أنا بقى هنا جهزت بقى معي الرز هبتدي بقى أقدمها وده شكل الطبق النهائي هبتدي أخذ البطاطس اللي عاملة زي كريمة دي كده زي ما انتو شايفين مع الأجنحة بجد طعمها فضيع جدا وجميلة وريحتها عندي مليا المطبخ بجد أكلها جميلة أو للمستعجلين للناس بقى اللي بتشتغل ومش فاد تعمل أكل جميلة جدا وبسيطة يارب تكون عجبتك متنسنش فلايك حلو منك وشاشر